موسيقى مساء الخير أهلاً وسهلاً بحلقة جديدة من برنامج المشهد المشهد هو مصري هو عربي هو فرعوني هو كاتب من أهم كتاب هذا العالم العربي صنع الله إبراهيم أهلاً وسهلاً بك أهلاً بك أنت روائي مصري ولكن قراءك تخط مصر وكنت أقول لك قبل الأستوديو أنني قرأت كل رواياتك ربما لا أستطيع أن أقول كل ولكن أكثرها باللغة الفرنسية وعلي أن أعود إلى اللغة العربية لأقرأها من جديد طبعاً أنت مترم حضي عيواتك لا أبدا حضي عيواتك أنت مترجم حقيقة بلغة كثيرة ولكن قراء الروايات لا يعرفون أن تاريخك حافل بالنضال وبالسجون أنت السجين سياسي سابق في سجون الرئيس جمال عبد الناصر من الـ 59 إلى الـ 64 تنقلت في السجون العديدة في مصر سنتحدث عن بعض المشاهد منها وهي موجودة في بعض رواياتك كنت أقول أن واردك هو راوي ممتاز للقصص وقارئ نهم عاشت أعتقد كل التغيرات الحديثة التي عرفتها مصر بحكم النضال لنقول كالنبيذ العطيق ومنذ نهاية العهد الملكي إذن أنت أيضا شاهدت حريق القاهرة شاهدت الضباط الأحرار عهد الرئيس عبد الناصر السادات مبارك والآن السيسي أعمالة كثيرة أنا سأحاول أن أتحدث عن البعض منها بالإضافة لتلك الرائحة اللي هي رواية قصيرة عن تجربة السجن وسنتحدث عنها هناك يوميات الوحات هناك بيروت في بيروت يعني خاصة لبنان في هذا الكتاب بيرلين تسعة وستين اللي هو عن الغربة وردة اللجنة العمامة والقبعات القرائحة كما قلت ونجمة أغسطس هناك أيضا الكثير كما قلت من الروايات عملت أيضا في الصحافة محرم بالقسم العربي لبكالة أنباء الشرق الأوسط ثم بكالة أنباء ألمانيا الشرقية لأنك سكنت ألمانيا أنا أريد أن أبدأ بالمشهد الآن أنت روائي ونحن نعرفك من رواياتك حتى نضالك نعرفه من الروايات يعني من الواقع الذي تتحدث أو تكتب عنه والمشهد هو هذا يعني أن نستطيع أن نخلد صورة من الحياة اليومية اليوم عندما صنع الله إبراهيم يخرج من المنزل ويمشي في الشارع المصري في شوارع القاهرة ماذا يرى؟ ما هو المشهد الذي يراه؟ ويحب أن يدونه؟ يعني علامات اليأس والإحباط اللي موجودة على وجوه الناس يعني حالة الإحباط النتيجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة اللي احنا بنمر بيها ولم يكن أحد يتوقع أن نحن نصل إلى هذه المرحلة رغم أنه بنضالك السياسي الحديث أنت كنت من المتحمسين لـ 30 يونيو طبعا بلا شك طبعا كلنا كل الوطنيين المصريين كانوا بدد أن مصر تتحول إلى دولة ظلامية وهابية متخلفة فيما يتعلق بأمور الحياة الاجتماعية ووضع المرأة وكل هذا كنا فيه رفض لهذا ولم تكن هناك قوة موجودة غير قوة الشارع خرج الناس اللي للشارع ضد نظام الإخوان المسلمين وتتابعت الأحداث بعد ذلك طيب هل كانت مصر هل شهدت حقيقة ولمست أن مصر كانت على خطى الظلام كما قلت وتفضلت أه طبعا يعني بدءا من أنه انتشار حالة أول حاجة بالحاجة المضحكة يعني أن الحاجة الوحيدة اللي بتهمهم الظلاميين دولهم نمت واحد المرأة يعني أول هدف يتقصدوه المرأة يلبسوها ويخبوا الشاه ويخبوا مش عايب ويقولوا ويحطوا لها قواعد للسلوك وقواعد للكلام يعني فيه هوس بالنسبة للمرأة وبالذات اللي متأثرين بالفكر الوهابي دي إحدى اللعنات التي حاقت بالشعب العربي يعني كله في أي مكان يعني هل يعني أنت صنع الله إبراهيم لم تعد تكتب عندما كان هناك الأخوان المسلمين خفت من الأدب لما عود أكتب إيه؟ عندما كان الأخوان المسلمين موجودين في الحكم يعني هل خفت على أدبك؟ على كتاباتك؟ لا أنا بخافش إنما الفكرة إيه؟ يعني أنا بخافش لأنه عندي مخابق بحط فيها اللي أنا بكتبه يعني بس مش دي النقطة النقطة إنه التغيبات المتلاحقة اللي كانت موجودة من ساعة صورة يناير خمسة وعشينة ناير لعصر الإخوان كل دي ما بتديش بتعطيش فرصة للتأمل وللمراجعة وللاستيعاب الاستيعاب والتعبير أنت كان فيه أحداث يومية بالسمرار يعني حصل كده وفيه مظاهرة كذا وفيه مش عائبة فيه وفيه تصفيه لكذا بتنتقده أو بتاع فكان فيه طول الوقت فيه إحساس أو مفيش فرصة لعملية كتابة يعني كتابة روائية كتابة روائية بس كان كتابة تدوين أنك دونت دونت في السجن دونت في الحروب طيب لنعود إلى البدايات البدايات هي بدايات يسارية شيوعية رغم أنه أنت والدك من عائلة برجوزيه هل كان الجو هو جو اليسار؟ أم لماذا دخلت جو الحزب الشيوعي اللي بوقتها كان اسمه حددته أنا يعني حددته اللي كان اللي أسسه أنغي كوريال لماذا صنع الله إبراهيم؟ أو ماذا حث صنع الله إبراهيم ليدخل هذا الحزب في مصر؟ بصي أنا يعني أنا الجيل جيلي هو جيلة ربا على حياة سياسية نشطة في إنجليز موجودين في أنا كنت بشوفهم في الشارع و أنا ماشي الجنود إنجليز في الشارع بعدين في حياة سياسية نشطة أيام حكومة الوفد آخر حكومة في أحزاب وفي صخف معرضة ومناشات وصراع سياسي مفتوح وناس تدخلوا السجن وناس تخرج من السجن وناس تتهم بالعيب في الزاة الملاجية وكل ده هو كان فيه حيوية سياسية موجودة ودي كانت بالنسبة لمراهق آآ بيتطلع للأموب يعني فيه قضية الوطنية وفيه قضية سياسية دي مسائل بتشغل أي رأس بشاب أو بلاش يعني نعم مراهق يعني شاب فكان من الطبيعي إنه بقى فيه اهتمام كان فيه مثلا حزب كان فيه حاجة حاجة اسمها الحزب الاشتراكي بتاع أحمد حسين اللي هو كان أصلا مصف فتاة ده كان بيطلع على ثلاث صحف في الإسبوع كان بيطلع على الاشتراكية ثلاث صحف وثلاث صحف مسيرة لأنه كان بيتبنخ الهجوم على الملك وعلى الفساد وعلى الرجعية وعلى الإخطاع بشكل مستمر يعني فده خلق حالة حالة من ممكن نسميها من التطلع أو من الوعي السياسي الاهتمام بهذه القضية أصبحت مشى معنا بعد كده إذن هذا الجو وهذا المناخ جعل أنه أوري كوريال ينجح في تأسيس هذا الحزب حددته بس أوري كوريال لديه يعني الناس ما كتير بتعرف هذه الشخصية النادرة كنا نقول أنه جيل بيرو ألف كتاب عنه وسمى الرجل الفريد هذا المصري اليهودي الذي أسس هذا الحزب أنت فيما بعد هو حاول أن يدافع عنك في السجن أو أن يدافع عن كل الشيوعيين اللي سجنهم الرئيس جمال عبدالنغر أنت لم تلتقي به أبداً لم إيه؟ لم تلتقي به لأوري كوريال لا للأسف يعني كان فيه محاولة أنا فكرت كان وأنا كنت في معاد السينما في موسكو فكرت أن أنا أعمل عنه كان هو في باريس وقتها وساعت للقاء معاه وأعتقد أنه كان فيه موعد بس هو كان موجود في باريس بشكل سري يعني متخفي يعني في باريس وبعدين ما عرفتش أدبر المسألة دي ما تمتش واغتيل أوري كوريال اغتيل في باريس لماذا سجن عبدالنغر الشيوعيين في ذلك الوقت؟ ماذا حصل فعلاً؟ ده موضوع طويل جداً موضوع يعني صعب أنهنا نخصه في كلمتين بس عاوز أقول أنه ده ممكن يتسرع على السلطة فيه صراع على السلطة عبدالناصر كأي زعيم عنده اعتداد بنفسه عنده رغبة انفرادية للانفراد بالسلطة وأنه محدش شابك ومحدش وهو يعمل كل حاجة وبالتالي فينفر ويرفض أي محاولة للإدلاق بالدلو في إدارة قمو البلد أو في هذه المسألة مع أنه يعني الشيء المضحك أو المؤلم أنه احنا بنفتقده جداً دلوقتي بنفتقد الحس الاجتماعي بتاعه هو كان نصيب الفقراء ونصيب الغلابة موقفه الوطنية يعني مثلاً حكاية لم يكن من ممكن تحصل حكاية جذبة طيبان وصلافيف دي في ظل عبدالناصر يستحيل التبعية المطلقة اللي احنا بنعيشها النهاردة لأمبيكا أو للسعودية والقيادة اللي بتقوم بها السعودية للمنطقة وتحاول تورطها في حرب مع إيران لا قتلنا فيها ولا جمل كل ده ما كانش ممكن يحصل في ظل عبدالناصر وده عشان كده بنحس بنحس أنه كان لازم تعرضوه لعبدالناصر تشعر أنه لم يكن يجب معارضة عبدالناصر هذا ما تشعر به الآن لا مش كده بصي يعني فرق ما بين العداء والمعارضة صحيح المعارضة تدخل في باب ما يسميه النهاردة رأي ورأي تبادل الأراء من أجل آه معارضة أنا ضد كذا ومع كذا وفقه كذا ده معارض مش معناها أبدا الموقف معادي أو غافة تماما لوجود الطرف التالي هو سجن الإخوان المسلمين لأنهم قاموا بعملية محاولة اغتيال في المنشية في اسكندرية لماذا سجن الشيوعيين ما هي الحادثة الشهيرة التي بسببها أو هي التي سببت بسجن الشيوعي لا مقدمات يعني بدأت قابلها مثلا بسنة أو سنتين الوحدة مع سوريا نعم بعدين فرض على السوريين أنه يبقى حزب واحد ما فيش عذاب نعم لتلاحظ اشتراك كويس وبعدين النتيجة أنه أنا أنا صاحب حزب وحزب له وجود في الشارع من حقي أن أنا أقفض أن يومل علي أن أنا أقفل الحزب والتحق بحزب تاني فكان فيه معرضة لده وكان نفس الشيء في العباء أيام عبدالحكيم عبدالكريم آسم فحصلت ضعوفات لهذا الموقف أنه ابتدى يشعر وهو بقى في حالة الاعتزاز بالذات بعد النجاحات اللي عملها في مؤتمر بندون في قيادة دول عدم للانحياز في مواجهة العدوان السلاسي بتعميم قناة السويس في التحقيق الوحدة مع سوريا وكل ده في حالة الاعتزاز ده هي لا يتقبل لم يعد من الممكن أنه هو يتقبل أي شكل أشكال المعرضة وبقى التصور وفيه تصور طبعا أنه دي تصب في صالح العدو إسرائيل أو أمبيكا أو عدوما طبعا للناس اللي استغلت ده يعني فيه ناس كتير استغلت ده يعني مثلا عندنا مثلا صحفي اللي هو مصطفى أمين كان ليل نهار يصور أن الشعقين دولة بوعبع ودولة عاوزين يعملوا يعني فيه عملية تغذية للمشاعر ربما من الحكم يعني هذه التغذية أجت من النظام نفسه ربما لا مش بس من النظام من النظام وأطراف أخرى لأن مصطفى أمين كان عميل للسفارة الأنبيكية فده لعب دور في المسألة دي إذن أنت سجنت ولكن تهمتك كانت محاولة قلب النظام ده فيه مادة في الدستور أو في القوانين الجنائية من قبل من أهم الملك أنه تكوين حزب الشوعي ده يعطبه محاولة لقلب نظام الحكم إذن الحزب بالكامل مش سنعلى إبراهيم وبعض الرفاق اللي هني نتهم بحق الحزب أنت تنقلت بثلاث سجون على ما أعتقد الأقصى كان أبو زعبل الذي أغفل أبو زعبل أبو زعبل أبو زعبل هذا هو الأقصى هذا السجن آه لماذا أغفلوا عبد الناصر وسجن الأناطر كمان يعني كان سجن سجن الأناطر أنت يعني تنقلت بين كل هذه السجون والوسائل التعذيب وسجن بنسويف وسجن يعني وسجن اسكندرية وسجن اسكندرية أنا بعرف أنه برواياتك هناك مشاهد من السجن بس بدي مشهد حقيقي أنت عشته في السجن شو أول مشهد أنت بتتذكر من هذا التعذيب في السجن لا الحقيقة آه أنا بتذكر محنة محنة حقيقية اللي هي لما نقلنا من سجن اسكندرية إلى سجن أبو زعبر نعم وكان معي في السيارة وكان يجلس إلى جانبي في نفس القيد الحديدي شهد عطية وده تم بسبب أنه فيعه وكان إيده ضخمة وكتعفة هو سياسي شيوعي في هذا الوقت ومفكر تقريبا سكتب الحزب يعني فكان ووصلنا للسجن أبو زعبل فكان فيه ما يسموه في عفل السجون الاستقبال حفل الاستقبال يستقبل يعني منولك حفلة استقبال هي نوع من كسر محاولة كسر الشخصية يعني ذات حفلة عادونا على على القرفصاء على رافصنا وبدأوا يضربون بالعصي وبعدين استدعونا وأمام لجنة كل ده في الفناء في الفناء سجن أبو زعبل أو مش سجن أبو زعبل ملحق سجن أبو زعبل كان فيه ملحق للسجن نعم اللجنة دي كان فيه لجنة وأنا وعاوز استخدم كلمة لجنة لأن لا علاقة يعني بعد كده الاستخدام فيه اللوة اسمعين همت اسمعين باشا همت ده كان رئيس اللجنة ومأمور سجن سكندري اللي احنا جايين منه ومأمور أبو زع سجن أبو زعبل اللي احنا دخلينه ومندوب المباحث العامة ومندوب المخابرات ومندوب مش عابف ايه يعني كان فيه حوالي 12 واحد عادين على الترابيزة ده هي وإحنا بنفوت قدامهم وينادوا علينا اسمك بتقول اسمك في نفس الوقت اللي بتتضرب فيه يعني انت بتقول اسمك وانت بتتضرب على أفاك بالإيد وبالعصايا والبتاع وبعدين تتشتم يتم سبك وسب أمك وكل ده و عماما تنتهي من تضرب عدة مبارات لغاية باب السجن وتدخل ويبقى فيه حفلة تانية في الداخل اللي حصل لسبب ما أعتقد أنه بسبب أوكي فيه أربع أشخاص أربع تم النداء عليهم ووضعوا على جنب يتفرجوا على العملية دي لأربع أشخاص دلهم أنا كنت منهم كانوا أربعة التلاتة الآخرين دلهم أقارب في الجيش وفي الشخصيات يعني بشكل ما أنا مليش إنما يبدو أنا اسم اسم العائلة بتأيوحي بأصبة اقطاعية مش عاربة فيه فيمكن ده أحد الأسباب يا ما عرفش لحد دلوقتي ما عرفش بالتحديد أو لأنه كنت أنا يمكن أكون أولا أصغب واحد كان موجود وأرفع واحد كنت حاجة كده فكان فيه تخوف إن أنا ممكن أموت في الحدودة دي لما انتهت الحفلة دي عرفنا تاني يوم إن شهدي مات في العملية دي في التعذيب في التعذيب آه وبعدين جات تقليد يعني جات النيابة بشكل بوتيني النيابة تحقق فالزابط اللي كان متولي الحفلة التعذيب استدعانا إحنا الأربعة وطلب مننا إن إحنا نقول إنه شهدي مات معانا في الطريقة قبل ما نوصل للسجنة وإلا هنعمل فيكم يعني هو كان وقف ب يعني هو وشفء أجسامنا وقصار الضب فإحنا اثنين مكانش عندنا قصار قوي أنا وواحد كان سيدال في الجيش اسم مساعد الدين باكت فستبقانا إحنا وقلنا الحكاية ده هي. وبعدين فجأة انا ده استدعوه يعني. فصراكنا وقفين في المكتب. لوحنا وقفين وشنا في الحيط كده. وانا فكر ويسأل واللحظة دي كت لحظة من اقصى اللحظات اللي ما فيت بيه في حياتي. حتى قلت السعد الدين باجد ده هو اللي هو كان صيدالي في الجيش. واجبا مني بعشرين سنة يعني. فقلت له هنعمل ايه يا سعد. هنعمل ايه يا سعد. فقال لي انا حقول ان شرف العسكري يمنعني ان انا اعمل ده. قلت له طيب وانا اقول ايه. وفي ظن رفين بهذا الشكل. في الوقت ده كان بتحدث دراما حقيقيا. لانه في الوقت ده هو بالزبط. كان عبدالنصر في غزلافيا. ده في واحد صحفي في فرنسي في الغالب. قال له ايه حكاية ايه حكاية شهدي اللي اللي قتل في في السجن. فهو بعد تليفون على طول ايه اللي بيحصل. تعزيب وقفه ده فيه. وقفه تعزيب. فجت واحنا وقفين مع فاجل تاني يوم بها. جت بعثة اخرى من وزاد دخلية. مع وزاد دخلية فيها ايه. فيها الفاجل الجود بوي والباد بوي. يعني فيه وقفه اللي يقوم بالعدوار دي. اللي يقوم بدور البتاعه اللي يقوم بدور اللي. جاه لوا تاني مع مجموعة ودخلوا لعنبر وشاف مناظر الناس. الناس متعورة من بتاعه ده. فحاية قاعد يبكي من التأثر الشديد جدا قوي. والنتيجة انه توقف التعزيب في اللحظة دي. بس انا وانا يعني يعني نجوت من الموقف بتاع حقول ايه وده من نيابة في ظل الابهاب لها. بالليل بقى جات نيابة تانية وقلت كل حاجة بقلت الله حصل. يعني. اخرجتم من السجن. ام كان هذه هي المدة اللي حكمتوا بها. الافراج? نعم. لا الافراج كان حاجة تانية. كان في تغيب كامل. ده افرج تنت الاربع وستين افرج عامل. نعم. كان في تغيب في في المناخ السياسي. وكان في اعتماد تعبيبا شبه اعتماد على الاتحاد السوفيتي في عشان السد العالي. بناء السد العالي. وكان في تقارب. فوجيها الدعوة لخشوف انه يجي مصر. فقال لخشوف قال لي عبد المصر. انا ما اقدرش اجي بلد فيها شعوين في السجن. لانه ده ده يقضي علي. يقضي على مستقبل السياسي في التحاد السوفيتي. ده ده عنصر. العنصر التاني كان فيه انفراج عام في الجو السياسي. وعبد الناصر هيدي شوية. ومرب ازمات متلحقها بعد كان فيه الانفصال. حصل الانفصال بتاع سوريا مصر. ويعني حصل مجموعة من التطورات اللي اللي خففت من نزعته الانفراضية. وبدأ يتقبل فكرة انه ممكن وازداد ايمانه وتعمقه للمفهوم الاشتراكي. مفهوم فكرة مشاركة الاخرين في السمار الاجتماعية وفي النشاط السياسي بشكل ما يعني بدرجة بفضو يفضل بفضو هو ماسك بفضو. انا راي عامل محامي الشيطان واستفيد من وجودك. بس الحزب الشيوعي عندما حكم في البلدان كان الحاكم الواحد. وكان حكم الحزب الواحد. كان ايه? كان حكم الحزب الواحد. يعني الشيوعيين هنن ايضا يؤمنون بالحزب الواحد. ايه? يعني لو انتوا قتيتوا الى الحكم. بالزبط. كنتوا راح تكون بس هناك في حزب الشيوعي مش اشتراكي. لا 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 لا. لا اقولك حاجة. نعم. في حاجة تانية. في حاجة تانية مهمة. كان بيستنبرار في عدم رضاء او عدم اعتراف من جانب الاحزاب الشوائية العالمية بالحركة الشوائية المصرية. ليه? لان بفضل. وهنا ممكن يبقى هنا بكوريال اه. لقوله الفضل الاكبر. فضل استقلالية الاتصابة. استقلالية الحركة والنشاط. نعم. وعدم التبعية. عدم تبعية. ولا طبعا مكانش في فلوس ولا تمويل ولا الهيصل اللي احنا شايفينا النهار ده في كل مجال. اه ده كان عنصر اساسي. العنصر التاني انه اه هنري كوبيل وزملائه والحركة اللي كنا فيها بتؤمن بفكة الجبهة. الجبهة الحقيقية. يعني مشاركة اطراف اخرى غير شوعية في في النشاط السياسي وفي الحكم. اذا اذا حصل. انا بدي اتبعد شوية عن السجن بس. بدي اسألك انت بهزيمة سبعة وستين كنت خارج السجن. اه. كيف عشتها? افنم. كيف عشت هذه الهزيمة? كيف عشت ايه? هذه الهزيمة هزيمة السبعة وستين. لا سبعة وستين انا كنت موجود في مصر. كنت موجود في مصر. اه. وليس في السجن. يعني كنت مع الناس. اه. كيف عرفت انكم خسرتوا الحرب؟ ماذا حصل؟ هل كان ترنينج بوينت؟ يعني هل كان اساسي ومحور اساسي في حياتكم السياسية؟ انا انا كاتب انا نشرت دلوقتي نشرت من حوالي عدة شهور. رواية اسمها سبعة وستين. اه. رواية انا كتبتها وكتبتها في بايبود على فكرة. في حي الزغيف. مازال. اه. كنت ساكن هناك. واعدت تلت شهور اكتب فيها. واسجلت فيها الجو اللي كان موجود في مصر اثناء سبعة وستين. سبعة وستين. اه. هما في. اتناشر فصل. كل فصل بيمثل شهرة من شهور السنة. وازاي الجو العام اللي كان موجود. والآآ بالنسبة للآآ للناس. والآآ والآآ شعوب. وكان فيش احساس بانه في اه اه ضغط. انه في دولة بوليسية يعني بشكل ما يعني. ده حقيقي يعني. وتأثير ده على السلوك بتالناس. نعم. وعلى الآآ. وحصل في الشهر الخامس او شهر السادس اللي حصل الهزيمة. نعم. وتابعتها يعني. كل ده متسجل في الرواية ده هي. وما حبيتش انشورها. انا سففت بعد كده روحت المانيا. وبعد كده روحت. نعم. اه. روسيا. ومش عارف ايه. يعني انشغلت. وبقي تكتب حاجات تانية وجديدة. ومش دي اللي هتقدم بها. واخيرا نشرتها على اساس انها تعتبر جزء من تاريخي. نعم. من التاريخي. انت كيف عشت السبعة وستين? اه. هقولك اه. اه. ماشي. هقولك مسأل بسيط جدا. صورة بسيطة جدا. انا فاكر انه. نفس اليوم اللي حصل فيه الهزيمة دي. او تاني يوم. فوجئت بان جسمي كله. عليه بقعة حمرة. وكان في اه كنت انا اسكن في في منطقة يعني في قبيب من البيت اللي كان سكنة فيه اضميلة شهدي عاطية. نعم. وكلمتها على اساس ان انا مش فاهم ايه اللي حصل لي ده. جسمي كله مليان. فقالتلي يعني ده نعم الحساسية وحط مرهم كالمينة مش عارف ولا اسمه كالمينة ولا ايه. وبتاع. فكا. فده ده كان رد الفعل بتاع. ورد الفعل يعني ان كنت ما انتش عارف. فيزيولوجيا. بالزبط. لانك انت مش عارف تعمل حاجة في يحصل. انت يعني هناك موضوع اخر برواياتك وفي حياتك هي الغربة. هي الايه? الغربة. اه. يعني في المانيا. في فولدان كثيرة. في مصر. في مصر حتى. في مصر حتى. ولكن هذه الغربة يعني تتحدث عنها اللي فيها كل شيء. فيها صدام الحضارات. قبل ما نحكي عن صدام الحضارات. فيها الوحدة. فيها الغربة. فيها الذات اللي تتكسر. وبتحاول ترجع ترمم حالها. لماذا يعني هناك صور سلبية في الغربة. صور مين؟ سلبية من الغربة. لماذا؟ هذه الغربة اللي ذهبت عليها اولا تعلمت سينما. كنت مراسل لالمانيا الشرقية. في النهاية هي ايضا سقلتك هذه الغربة. ما هو الاسوأ فيها؟ اذا اليوم طلب منك مشهد سيء للغربة. ماذا تقول غير روايتك؟ الوحدة ما انا ما اقول يعني. نعم. وبالتحديد. وبالتحديد. انه حياة العاطفية والجنسية كانت بائسة. في على غيب ما يتوقع الناس يعني. كنت عايش في المانيا. صحية. في وسط الالمانيات الشقرات. وفي وسط متحريرات. بالزبط. اي. وفي وسط نفس الشيء. النما اللي حصل انه يعني تكويه انا وتطلعي في الحياة وانه عاوز اعمل عاوز اكتب. وانت بدونش تكتب. تكتب ايه في المانيا? هتكتب لمين? او تكتب المباصلة? تكتب وتبعد تنشو. يعني مش يعني انت بالنسبة للكاتب او بالنسبة العادة كبير من الكتاب. يعني انك انت بتكتب عاوز شوف فضل فعل. القرق بتاعك. صحي. قدامك. وباللغة اللي انت رضعتها. اللغة اللي انت نشأت عليها. واللي انت بتجدها ومتمكن منها. انا بالنسبة يعني ما عنديش بالنسبة اللغات ما عنديش ماناش مغوب يعني بالنسبة اللغات. فما دلتش سيطر على اللغة التانية هي اللغة الانجليزية. ما دلتش سيطر عليها بالشكل اللي ممكن اعبط بها عن نفس يعني. ممكن اكتب حاجات عادية يعني بس مش مش. طيب انت ذهبت الى بلدان شو هي. يعني ان كان المانيا الشرقية بوقتها او كانت يعني الاتحاد السوفيتي. هل اعجبوك? هل اعجبت بهذه الانزمة? اه لا بصي حقولك يعني لو شفتي رواية بتاعة برلين سبعة وستين. هتلاقي موقفي واضح. فيه اشياء انت معجبة بيه الواحد معجب بيها. يعني في الوقت اللي كان كنت اعبر اروح برلين الغربية. واشوف ناس ناين مع القرصفة. ما فيش واحد ما عندوش بيته في برلين الشرقية. ما فيش واحد عاطل عن العمل. ما فيش واحد محروم من بعاية الصحية او بعاية. نا. ولكن ما فيش حد يضيف تحبقه. فيش قرية. يعني دي ودي. هم. فده هي ده التناقض اللي كان موجود. صحيح. واللي كان موجود في الاتحاد السوفيتي ايضا. وفي الدول الاشتراكيه. انو فيه قبضة الواحد او الواحدة. واوكي. فيه أولاً لموت حد يعني دي نمت واع إحنا كان عندنا وأنا من ضمن الناس يعني مش أنا بس الواحد كان فيه موقف موضوعي من عبد الناصر بمعنى أنه أوكي هو حطيني بالسجن بس ده موضوع والدوب بتاعه واللي بيعملوا وموضوع تاني وده زي ما قلتلك إن إحنا النهاردة بنتباكى لما نشوف الشرزمة اللي موجودة في التشرزم اللي موجود في الوطن العربي والدوب التدميبي اللي بتقوم بيه السعودية للمصالح العربية والفتنة اللي منتشبة أو اللي بتتغزى ما بين السنة والشيعة ما بين مش عابف مين ومين ما بين كل ده وده ومحاولة فرض عداء يعني ليس له معنى مع دولة زي إيران لم يكن بيننا وبينها أي مشكلة طول العم في نفس الوقت الإسرائيل اللي هي عدلنا وبتسعى لتدمرنا لأنه يعني في نهاية الأمر يا هي يا إحنا ودي حاجة تم خفاقها خالص دلوقتي لما بنشوف كل ده ومنشوف الوضع اللي موجود في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي الأماكن العربية وفي اليمن اليمن يعيني يعني شيء لا يمكن تخيله يعني ولا أحد يتكلم عنه ولا أحد يعني شيء مضحك شيء مضحك يعني كان مفروض إنه يبقى فيه مثلاً استنفاض من أجل الشعب اليمن اللي بيموت منه الألاف كل حين ومين بسبب بإما الأسلحة السعودية أو حرب الميليشيات أو نعم من من الرؤساء المصريين عرفتهم عن قرب أو التقيت بهم من إيه؟ من الرؤساء من من الرؤساء مصر التقيت بهم التقيت بهم؟ يعني أنا ملتقتش بشكل شخصي يعني بمعنى أنه أنا كنت موجود مرة مع مبارك في إحدى آه لما كان فيه احتفال بنجيب محفوظ لما يعني لما ما كانش فيه لقاء لقاء يعني السادات لم تلتقي به وعبد الناصر لم تلتقي به أبداً أبداً أيام مبارك سنة الألفين وثلاثة وزير الثقافة حب إنه يكرمك بجائزة أنت طلعت على المنبر ورفضت هذه الجائزة رغم أنك قبلت جوائز أدبية تانية بس قلت أنه في هذا البلد يعني مع كل المشاكل اللي اللي موجودة رح جرب لقي إنه ليش يعني بسياسات القمع والتطبيع وغياب العدالة الاجتماعية أنا لا أستطيع أن أقبل هذه الجائزة يقال أنه صديقة جابر عصفور زائل يعني غضب مالو؟ جابر عصفور إنك وضعته في موقف حرج جداً بس أنا لازم أعبر عن رأيي يعني لي رأيي سياسي وعبرت عنه لماذا ذهبت إلى الاحتفال؟ عشان أعبر عن رأيي فرصة لتعبير عن رأيي يعني هي منبر لأن تعبر عن رأيك بما كنت أنت حقيقة تريد أن تقول أنا أبدأ أسألك عن بيروت يا بيروت 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 أنت لماذا ذهبت إلى بيروت؟ ماذا رأيت في بيروت؟ لماذا ذهبت إلى بيروت؟ نعم أنا ذهبت إلى بيروت في انتظار عشان أنتظر أولاً كان عندي بعضاً إن أنا أشوف البلد بس كان كمان في انتظار بطاقة السفر لبرلين لألمانيا جدتني هناك في بيروت ماذا رأيت في بيروت في الستينات نحن الجيل الذين لا نعرفه أنا لسه لا لسه كنت بقولك كان شيء لا يمكن أنسى مشهد روشة في الصيف أنا رحت في شهر يونيا يوليا مشهد روشة الناس والبهجة اللي موجودة والناس بتعبر عن فرحها واستمتاحها بأمسية الصيف والمقاهي منتشرة ولا يمكن تلاقي مكان تقدر تمشي فيه في روشة هل في بيروت هل في بلد عربي ما أثر فيك عندما زرته ما أعتقدش ما عشى بك أنا بلد عربي يمكن معك حق مش عارفة وبلد غربي يعني فيه حاجات وفيه حاجات يعني دايما كده يعني يعني مثلا بالنسبة البلاد العربي فيه أشيء فيه أماكن يعني مثلا عمان مثلا طبيقة تنظيم البغوب وطبيقة نظافة الشوارع وشيء جميل مثلا نفس الشيء برضو في البلاد الغربية نفس قضية يعني كل مكان له إيجابياته وسلبياته يعني بدنا نلعب لعبي أنا وياك بدنا نعمل شيء بيسموه بالإنجليز يعني بدنا ننتقل إلى مرحلة في مصر أنت عرفت العهد الملاكي أنت عرفت الحكم الناصري أنت عرفت عهد السادات وعرفت عهد مبارك ده أنا عجوز قوي على كده أي عهد اليوم إذا طلبوا منك تعيش فيه بتعيش فيه أي عهد نعم ولا واحد يمكن فقط في فترة معينة من العهد المصري في حوالي يمكن عشر سنوات من كانت مصر مستقلة استقلال تام وكانت مصر موشحة أنها يكون دولة ديمقاطية وكان فيه نوع شكل من أشكال الديمقاطية الاجتماعية أو شكل من أشكال العدالة الاجتماعية كانت متحقق فعلا ما كانش فيه واحد من غير عمل أي عشر سنوات اللي هما من من لغاية قبل 67 يعني لعشر سنوات السابقة على 67 اللي جزء منهم أنا كنت فيه اللي أنت كترحل لك اللي كنت أنت في السجن ده موضوع تاني مش بالعهد الملكي مش بالسلام مع إسرائيل مش إيه؟ مش بالسلام مع إسرائيل بعهد السادات طبعا ولا بالانفتاح الاقتصادي أيام مبارك ده هي دي الكوارس اللي حصلت لنا دي الكوارس الحقيقية يعني دي زي هزيمة 67 اللي هو السلام مع إسرائيل مش بمعنى كده أنا عاوز الحرب بس الطريقة اللي تم بيها المعاهدة اللي تمت وليست ولا تعني ولم تعني السلام إزاي ممكن سلام وفي أجزاء من بلدك لا تملكي السيطرة عليها في أجزاء من سيناء إحنا لا نستطيع نتحفق فيها حسب معادة كان بديفيد وبعدين إيه الحاجة الثالثة اللي قلتيها انفتاح الاقتصادي ده أم الكوارس أم الكوارس لأنه هو زي ما قال أحمد بهاق الدين ده كان انفتاح سداح مداح يعني مش انفتاح اقتصادي بمعنى إطلاق مجموعة من الحريات الاقتصادية في إطار لا ده كان يعني نوع من الفساد والنهب المقنن وهو برأيك أصل الكارثة اللي موجودين نحن فيها بدي مشهد اليوم من الحكم الموجود أو لنقل بعد الثورة أو ثورة 25 يناير إذا كنت تريد أن تكتب رواية أو قصة أي قصة بتكتبها وفيه طبعا لحظات مجيدة ومأساوية يعني 25 يناير لحظة مجيدة ومأساوية أيضا لأنه ما عدبناش لم يستطع الشعب إن هو يستفيد منها أو إن هو يحولها إلى إلى مستقبل إلى منهاج بمجرد ما مبارك مشي الناس مشيت خلاص مثلا انتهت مع أنه ما كانش دي كانت البداية كان مفوت بقى البداية ده ده جانب لحظة تانية مؤلمة هي تسليم جذيبة الطيبان وصنافيف للسعودية شيء مؤلم اللي بيتم رغم الحكم بتاع المحكمة ورغم أغلبية اللي بقي العام ورغم ورغم فيه ترب عرض الحق بكل هذا وسلمت الجذبتين مش قضية أنه هما تسلموا للسعودية فقط إنما أنه ده جزء يعني كأننا بتسلمهم لإسرائيل يعني بشكل ما يعني هيدا المشاهد اللي ممكن تكتب عنهم رواية طبعا عم تكتب رواية متعسر يعني بحاول بس ما لأنه الجو بص عشان تكتبي بواية عشان عشان تكتبي لابد يكون فيه جو معاني إحنا فيه جو غير مشجع على الكتاب فيه أنت أي واحد يعني أنا بكتب أنا بشتغل على كومبيوتر فكل مكتب تبع تصصه أروح مسيفهم وحاططهم على على حاجة تعليوا السبيل الصغيابة دي وخبيها عشان متوقع اللي ممكن أي أي أمن أي سلطة أمنية لأي داعم لأي سام الأسباب فضلا عنه كمان أي كلمة لابد يعني الواحد يفكر فيها ما فيش فوصة للكلام العشوائي لأنه أي أي واحد في الشارع ممكن يعمل بلاغ للنائب العام بيقعاز طبعا من الجهاز جهاز أمني ما ويقول إنك انت خدشت الحياة العام خدشت الحياة العام يعني أي حركة أو أي كلمة ممكن أنه نخدش الحياة العام دا محامي جميل جدا اسمه خالد علي عمل سبعين كده في الصدب ما صدب حكم محكمها برفض بالقضية اعتقل جزيرتين عمل كده هو فعملوله بال قضية بالبتاع ده هول البرنامج ده الفوتوشوب خلوه صباح واحد واتهم وطلع في الجرائد محامي يقوم بفعل فاضح يعني شوف تحول لحد النهاردة الناس مش عارفة ايه الفعل الفضح اللي عملوا اللي هو ده يعني شيء شيء يعني فوق خيال رواياتك فوق خيال رواياتك اللي هن نواقعي اللي حياتك انا بدي اسألك سؤال اخير في حدا غيرك اسمه صنع الله صنع الله رواقه في العالم العربي لا في عمالقة في الكثير كثير ولكن في صنع الله ابرهيم ايضا في ناس في بلاد عربي مختلفة في المغرب في لبنان في يعني في كل مكان في الابداع مسألة لا يمكن ينفرد بها شخص ولا جيل ولا بلد يعني ما يريد كان الوحل نحنا رح ننتظر روايتك اللي عم بتخبيها بعد كلمة وكلمة وكلمة رواية جديدة شكرا سنع الله لأحضرنا هذه المقابلة في برنامج المشهد على البي بي سي شكرا للمشاهدين لوفاء وإلى اللقاء الأسبوع من قبل